قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقول أمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تدمهم على ما لم يؤتك الله إن نزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن أجت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يتمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن يتمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن الحدبان في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا الباب يعبر عنه بباب الخوف يعني يعبر عنه بباب الخوف ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة فإن الخوف عبادة من أجل العبادات وأفضل القربات التي يجب صرفها لله عز وجل وصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل هذا الشرك ولهذا سيأتينا عند الكلام على أقسام التوحيد أن من أقسام التوحيد ما يكون شركا أكبر منه ما يكون شركا أصغر ومنه ما يكون بدعيا منه ما يكون خوفا بدعيا كما سيأتي إن شاء الله بيانه ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة فإن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن باب المحبة ثم بعد ذلك تكلم عن الخوف وذلك أن العبادة تقوم على أمرين على الخوف والمحبة ففي المحبة امتثال الأوامر وفي الخوف اجتناب النواحي فالمناسبة ظاهرة يعني بين البابين قال رحمه الله تعالى إنما ذلكم الشيطان إنما هذه أداة حصر إنما أداة حصر والشيطان علم على إبليس عادنا الله من شره والحصر إثبات الحكم أو إثبات حكم أو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما سوى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأولياءه ويوهمكم بأنهم دو قوة وبأس نعم فلا تخافوهم يعني لا تخافوا أولياء الشيطان وإنما خافوا من الله سبحانه وتعالى وهو الذي يستحق أن يخاف منه وخافوني إن كنتم مؤمنين إن شرطية إن كنتم مؤمنين فخافونه فالله سبحانه وتعالى اشترط للإيمان أن يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى وأن لا يخاف أولياء الشيطان الشاهد من هذه الآية لما ترجم به المؤلف رحمه الله أن قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى اشترط للإيمان أن يكون الخوف من من منه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا أنه لا يخاف غيره سبحانه وتعالى وإنما الخوف له سبحانه وتعالى قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا كذ لا لا يلي بعد ها هذه ليس عند أين أبنى جاء ليس عندكم هذه ما يخاف ما يضر الترتيب الذي عندنا يبنى مشاله قال قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن الناس من هذه تبعضية يعني بعض الناس من يقول آمنا بالله يعني أنه يدعي الإيمان بلسانه فإذا أوذي في الله يعني أوذي من أجل الله أوذي من أجل إيمانه أوذي من أجل عمله الصالح جعل فتنة الناس يعني جعل أداهم ونيلهم منه مما يكره جعل أداهم ونيلهم منه مما يكره كعذاب الله يعني جعل أذى الناس وما يحصل له مما يكره كعذاب الله بمعنى أنه فر من أداهم إلى الارتداد عن دينه يعني فر فوقع في عذاب الله عز وجل قوله كعذاب الله يعني جعل ما يناله من الأذى بسبب تمسكه بدينه كعذاب الله الذي يناله بسبب ردته كعذاب الله الذي يناله بسبب ردته ففر من أدا الناس إلى الوقوع بعذاب الله عز وجل فارتد عن دينه يعني فر من ألم أذى الناس إلى ألم عذاب الله فوقع في الردة نسأل الله السلام وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي سُدُورِ الْعَالَمِينَ هذا تمام الآية الشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى دم من هذه صفته الذي يخاف من الناس يخاف من أذى الناس نعم يخاف من أذى الناس فيخاف من غير الله عز وجل بسبب الإيمان نعم بسبب الإيمان يخاف من غير الله عز وجل فدمه الله عز وجل على هذا العمل فالواجب عليه أن يصبر نعم الواجب عليه أن يصبر فالخوف من الناس بسبب الإيمان من جملة الخوف من غير الله عز وجل فهذا مذموم يعني كونه يخاف من الناس وأنه سيحصل له أدى بسبب إيمانه هذا الخوف خوف مذموم لأنه خوف من غير الله عز وجل قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله يعني آمن بالله وأقام الصلاة جمع بين الكمالات العلمية والعملية العلمية بالإيمان والعملية بالصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله الخشية هي الخوف المقرون بالعلم نعم هي الخوف المقرون بالعلم الشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال ولم يخشى إلا الله فالله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يخفون من الله سبحانه وتعالى وحده ووصفهم بأنهم عمار المساجد نعم هم الذين يعمر المساجد بالعبادة والطاقة فدل ذلك على أن الخوف من الله عز وجل هو الخوف المأمور به وكما تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبد في القرآن بخير فإنه يطلب منا أمران محبته والتأسي به في هذه الخصرة التي استحق بها أثنى بالخير من الله سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل في تمام الآية فعسى أن يكونوا من المهتدين يعني المتصبون بهذه الصفات أولئك هم المهتدون وعسى كما يقول العلماء من الله واجبة فالذين يتصبون بهذه الصفات هم المهتدون فدل ذلك على الأمر بالخوف من الله عز وجل وحده دون ما سواه دون ما سواه وأنه يجب صرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاص الخشية له سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي مرفوعا إن من ضعف اليقين الضعف ضد القوة والصحة أن ترضي الناس بصحة الله يعني أن تؤثر رضا الناس على رضا الله عز وجل وأن تحمدهم على رزق الله يعني أن تشكرهم وأن تثني عليهم على رزق الله يعني رزق على رزق الله رزق الله عطاء الله نعم عطاء الله فما وصل إليك على أيديهم إنما هو من أين من الله سبحانه وتعالى فالواجب أن تثني وأن تحمد وأن تشكر الله عز وجل فالواجب أن تضيف النعم إلى الله عز وجل وأنك لا تنسى المنعم والمتفضل الحقيقي الذي هو الله عز وجل وسأتينا إن شاء الله باب مستقل طوب له المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بإضافة النعم إلى قيل الله عز وجل ومتى تكون شركا ومتى لا تكون شركا قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله يعني إذا طلبت منهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك نعم فقولك تقوم بذنبهم الله عز وجل لم يقدر هذا نعم لم يقدر هذا فهذا من ضعف اليقين إن رزق الله يعني عطاء الله وهذا هذه الجملة تعليل لما سبق لا يجره يعني لا يأتي به حرص حريص الحرص هو شدة الطلب نعم الحرص شدة الطلب ولا يرده كراهية كاره يعني رزق الله عز وجل لا يرده حسد حاسد نعم لا فهذا تعليل لما تقدم نعم هذا تعليل لما تقدم نعم الشاهد من هذا قوله أن ترضي الناس بصخط الله نعم أن ترضي الناس بصخط الله وأن هذا من ضعف اليمين من ضعف اليمين أن ترضي الناس من ضعف اليقين من ضعف اليقين أن ترضي الناس بصخط الله وهذا يدل على عدم تعلق القلب الله عز وجل في جلب النف ودفع الضر وعلى عدم خوفه وخشته لو كان يخاف الله ويخشاه ما أرضى الناس بصخط الله عز وجل بل يسخط الناس برضى الله عز وجل فدل ذلك على أنه مذموم وأن الواجب ضده أن تسخط الناس برضى الله وأن تخاف الله عز وجل أن تخاف الله فدل ذلك على وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى تل ذلك على وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى طيب إن شاء الله يكمل ما تبقى بالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى انستخل � سبحانه وتعالى خ気 cavى